مخاوف النمسا من أزرع إيران الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين من هجمات مستقبلية نا تفضل بقى الموضوع ده يمكن أثير لأني كان هناك برضو القبض على بعض الأفغان اللي كانوا بيخططوا لعمليات إرهابية ضد مواقع وضد أفغان السوريين وفي برضو يا ترى موضوع أسرع لبنان هل هناك مخاوف المخاوف النمسا ويمن أنهما بيقولوا أزرع إيرانية من خلال فلسطينيين سوريين لبنانيين مع طبعا هجمات السبع أكتوبر مع الهجمات أو التهديدات اللي بتحصل من وقت لآخر هل لا تكتفي إيران بالتدخل في الشؤون العربية يعني نوية مد النظام الإيراني نظام الكراهية الإيراني ودين الكراهية التي تدعو إليه إيران بصراحة هو ليست غايته فقط تخريب الدول العربية الموجودة يعني حمى الله بلادنا جميعا ولكن هي غايتها بصراحة تشويه وتشويش سمعة كافة العرب ويعني الشرق أوسطيين إن كانوا مسلمين أو مسيحيين في هذه المنطقة ولكن عندما نسمع أنه يوجد يعني أذرعها الطويلة الموجودة هنا والمخابرات والأجهزة الأمنية النمساوية تدرك وتعرف ماذا يحدث هنا في النمسا أنا بصراحة يعني أنا على اطلاع على العديد من القضايا الكارثية أن أذرع إيران وأذرع الميليشيات الإسلاموية المتطرفة المتشددة حماس الإخوان حزب الله للحوسيين العديد من الحشد الشعبي العراقي والحشد الشيعمي كما يقال له صراحة لهم زراع طولة في النمسا وغيرها لهم زراع طولة في ألمانيا لهم زراع طولة في هولندا في بلجيكا في النمسا عندهم سلطة كبيرة عندهم شركات عندهم مطاعم بأرقى الأماكن وأطخم العناوين وأطخم الأسماء تعمل لحسابهم وتوصل أموالهم داخلها والكيبتاجون والمخدرات التي تدخل إلى النمسا وغيرها يوميا تدخل من تحت أيديهم هؤلاء الشخص هذين لديهم زراع طولة ومع الأسف أنا أقولها وأتحمل مسؤوليتها النمسا مع الأسف استاذ ممدوح نائمة ولا تريد أن تستيقظ يمكن دواء الخبر ده برضو بيرتبط بالخبر الثاني اللي احنا بنتكلم في موضوع غسيل الأموال نعم طبعا يعني هو يمكن يكون برضو موضوع غسيل الأموال غسيل الأموال تبع حزبا هذا مسؤول لبناني لبناني طبعا إنفو جرات بصراحة من ساعة وصول هذا الخبر لإلها وهي تعمل يعني ما رح نقول على مدار الساعة حتى ما نبالي بالمصطلحات ولكن تعمل فعلا على التواصل مع هذا المسؤول اللبناني ولمعرف التفاصيل هذه العملية الخطيرة ولتقديمها للعلن يعني نحن لسنا جهة أمنية يعني حتى اللي بسمعنا بيفكر أن نحن جهة أمنية رح نروح نقاضي ونحاكم نحن بناخد معلومات وبنقدمها بنحطها موجودة أمام الناس جميعا حتى تقرأها وتعرف ماذا يحدث حولها ولكن أنا أعيد السؤال أستاذ منضوح أين النمسا من هذه المعادلة عندما يوجد غسيل أموال بهذه الكمية و270 أو 280 مليون نيول النمسا وألمانيا وهولندا وبالجيكا يمكن وبالجيكا يعني ما لش أنا بسأل كيف هاي الحركة عما تصير يعني كيف هدول عما يصير طب وين الرقابة مكاتب تحويل الأموال اللي عما يتم عن طريق مثل ما قال الخبر طبعا المسؤول اللبناني قال عن طريق تركيا والعراق وصولا لميليشيات حزب الله الإرهابية التي تمارس الإجرام والقتل في سوريا ولبنان وفي العديد من المناطق إضافة لليمن يعني كيف يتم هذا الشيء أو أن هذا الشيء مسموح به أم هذا هو الإرهاب الحلال أم ما غيرهم هو إرهاب حرام يعني صراحة سؤال كبير نتمنى بيوم للأيام أن نسمع خبر ما مش في صدورنا ويكون فعليا من السلطات النمساوية أن توقف هذه الجماعيات الإرهابية منتشر هذه يا سيد الكريم هذه جماعات تمويل الإرهاب يعني كل يوم بصراعونا بصراعونا بحماية إسرائيل وأن الفلسطينيين يضربون إسرائيل وحزب الله يضربونها بلايك إسرائيل طبعا حزب الله ياخد طويل من هون وفي جماعيات عم تعمل على تقويته من هون انطلاقا من عنكن طبعا أي حماية لإسرائيل عم تقولون هذا كذب ونفاق سيد الكريم ترجمة نانسي قنقر